السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب معكم احمد العربي من مدانية ميكروتيك افريقيا وجروبنا على فيسبوك ميكروتيك افريقيا بنورج من العضاء مضمون الجروب وعمل مشاركة المدانية كي شهدها على الاعضاء الجديد شرحنا ان شاء الله نردى شرح مهم جدا جدا نفيد كل اصحاب الشبكات في مصر وطن عربي خصوص الاعضاء التي تعمل على الميكروتيك روتر بورد او الكيسة النهاردة طبعا يا شباب هنتكلم على المدفوع وازاي نفعاله او نبرمجه على بكل سهولة وكان لنا شرح سابق بعنوان افضل واقوى مواقع اتكلمنا الشركات وافضلها ومن حيس السرعة وكسرة الصرفرات وازاي بشترك في مواقع طبعا الشركات ديت وطرق الدفع عن طريق البنوك الالكترونية او العملات الرقمية وبنقول بعض الشركات بتعمل مميزات جميلة من خلال ان هي بتقدم عروض او خصومات في الاشتراك تلات شهور او ست شهور او السنة او بتعمل اه طبعا مميزات جميلة في ان انت تقدر تسترد فلوسك اا بعد فترة اسبوع او خمساشيار يوم او تلاتين يوم في حالة ان انت الخدنة فيها اي مشاكل النهاردة هنتكلم على المدفوع وازاي باخد اليوزرنيم والبسورد من الموقع وبفعلهم على بكل سهولة وهنشوف البروتوكول اللي شغال وفي بعض البروتوكولات بتكون معزورة من بعض الدول هنتكلم في البداية للأعضاء الجديدة يعني ايه وليه اصلا احنا هنشتغل على الفي بي ان قلت الفي بي ان دولة شباب هو طبعا حاجة كده بتعمل تغيير الهوية او المكان والاي بي ادريس بتاعك والدولة علشان بعض الدول بتعمل حظر لبعض المواقع او بعض برامج اشيات زي الواتساب وقلنا بعض المشاكل الموجودة في اليمن الفترة الاخيرة عندك دولة كبيرة زي الصين بتعمل حظر على الفيسبوك طب النهاردة هنفك الحظر دولة علشان طبعا بعد الناس شغالة بأنزمة المايكرو تيك فلازم نشوف حل يعني حل المشكلة بدون اي مشاكل وطبعا يسبب بطء بسبب الفي بي ان المجاني كلمنا عن في 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 بي ان مجاني وفي في بي ان مدفوع بنتكلم ان المدفوع مميزته جميلة وطبعا بتكون اسعاره بالدولار وفي طبعا عن طريق الدفع البنوك الالكترونية طبعا اتكلمنا وقلت النهاردة في في بي ان مجاني المجاني طبعا بيقابلنا مشاكل كتيرة في الربط وطبعا مشاكل طبعا كتيرة في بطء الانترنت او الفيس والتصفح لان بعض الناس شغالة على نفس ونفس الباسورد ونفس الايباد رس او الاكاونت الخاص بالشرك فالمدفوع مميزاته اهم وافضل وطبعا بيكون ليه صرفرات في عديد من الدول في اهتمام علشان انت بتدفع يعني مقابل بتاخد خدمة متميزة او خدمة محترمة طيب النهاردة هنشوف الموطة الجميل دوت وطبعا بنشكر الاخ شادي من سوريا جاب لي مدفوع وهنبدأ نجرب مع بعض ونشوف بالفعل هل بيشتغل ازاي الفكرة هتبقى مشة ازاي على المايكروتيك وهنشوف طبعا بدون اي سكريبتات برمجة من البداية للنهاية في سرفر ميكروتيك مع المدفوع وهنشرح تاني المجاني وهنبدأ نفعل الاتنين على سرفر ميكروتيك النهاردة يا شباب انا طبعا ما اقدرش ان انا اقدم اليوزر نيم والباسورد دول الموجودين معايا للاعضاء او في الشرحة علشان طبعا ما ينفعش حاجة مش خاصة بيا علشان اقدر ان انا ارفع طبعا الشرح النهاردة ان احنا ازاي بنقول لك هتشغل اليوزر نيم والباسورد او الاكاونت المدفوع او لابتجيب الاكاونت المدفوع ازاي من على الموقع طيب زي ما انتوا شايفين كده يا شباب معنا موقع ماي اي بي ماي اي بي دي طبعا بيعمل لك او بيحدد لك بتاعتك ان احنا في ايجيبت وعندنا العاصمة الكهارة والشركة اللي شغالين فيها او جايبين منها خدمة انترنت تي داتا والاي بي ادرس بتاعك اللي هو مية ستة وخمسين مية وتسعين مية وخمسساشر مية اتنين وتلاتين طيب النهاردة هندخل على الموقع الجميل زي ما انتوا شايفين في الاعلى فوق كده نفس الاي بي دوت اللي هو موجود وعندك بعض الدول اللي موجود فيها عديد من السرفرات الخاصة بالفي بي ان بالموقع طيب هندخل على منطقة العميل اول حاجة فوق هي طبعا قلت في بداية الشرح او بداية اي موقع في بي ان يا شباب لازم اسجل عن طريق ايميل موصوق احنا عارفين وحافظين الباسورد واليوزر نين بتاعه طبعا الايميل هيكون شغال عندك علشان هيجي لك رسالة من الموقع او رسالة من شركة في بي ان باليوزر والباسورد اه بعد بعد الدفع ان انت بعد ما تدفع وطبعا قلنا العملة موحدة كلها في مواقع الفي بي ان بالدولار يا شباب طيب هنبدأ ندخل مع بعض ونشوف هل هيدخلنا عليه كل الوجه اللي نعاوزها ديت هي الوجه ديت الخاصة بمواقع الفي بي ان المدفوعة انا عاوز الوجه ديت يا شباب ما انش عاوز اكتر ولا اقل من اي حاجة في الموقع طيب بعد كده بدخل بتشوف الاول حاجة ديت بتقول لك الاستهلاج الاستهلاج بتاعك او الدول اللود بتاعك اللي موجود وبقى لك كم د او كم يوم وبدأ اه بعد كده يقول لك انت التاريخ بتاعك كزا او الاشتراكة بتاعك هينتهي في كزا طيب بعد كده مندخل على الايبهات ادرس او استرفرات اللي موجودة فيها ومعانا اللود زي ما انتم شايفين كده بعض الاشارات او بعض المؤشرات اللي موجودة عليها ضغط من الدول او الايبهات ديت شغالة بالفعل كتير جدا جدا طيب عندنا زا ما تشايف بعض الدول موجود الدولية اسماء الدولque بعد كده عاملك الاي بي ادريس وعندك اللي هي اللوت اللي هو الضغط او المؤشر اللي موجود هل بالفعل الناس شغالة هناكيم او او فيه اه ضغط اه خفيف على الاي بي دوت. فدوت بيباينه لا او بيزرر لها كل ضغوطة او اللوت اللي موجودة على او البلد دي. طوال بعد كده عندنا حاجة اللي هي عندنا اي دي طبعا بتكون شغالة جميع الاي بيات او نظام بروتوكول معين في ماي kasihro digital هنشوفه طبعا اسمه وما نصحش الناس تشتغل عليه لانه يعني بطيء وما فيش فيه اي استجابة في الربط بسرعة طيب عندنا التشفير التاني والبروتوكول الاهم اللي هو البروتوكول من البروتوكولات الجميلة جدا جدا وهيشتغل معنا في مصر بدون اي مشاكل وممكن بعض الدول بيكون محظور طيب بعد كده يا شباب هنشوف عندنا حاجة فوق اللي هي اسمها ديت الموقع الجميل دولت بيتاح لنا ان احنا نقدر نشتغل على نسخ الويندوز والماك واللينيكس والايزو والاندرويد يعني بيقول لك ممكن تحمل برنامج على الويندوز بتاعك الاكس بي او وتشتغل على نسخ الماك واللينيكس عادي وممكن تشتغل على والاندرويد لو عندك موبايل اندرويد والايفون في نفس الوقت بدون اي مشاكل طبعا انا مانش عاوزي الكلام ده بعد كده اخر حاجة اللي هي الاعدادات ان احنا نقدر نغير البصورة بتاعنا ديت مش هنبقى محتاجين يا اوي انا محتاج النهاردة البروتوكول دوت ومحتاج عديد من الايبهات ديت او من الصرفارات اللي موجودة معايا لا اكتر ولا اقل هتقول لي فين والبصور دي عام احمد اللي انا احطوهم في المايكروتيك علشان اشتغل اقول لك يا سيد بكل بساطة اول حاجة لي ما هو زي ما انت شايف اول حاجة زيرو اتنين وعشرين تسعة احداشر تمانية وتسعين دوت بتاعنا يا جميل هتقول لي فين البصورد اقول لك البصورد بقى ما ينفعش ان اقوله لك في الشرح لان البصورد دوت جاي من شخص بيقول لنا اجربهم الخدمة واشرح لناس الخدمة المدفوعة بتكون اه يعني شغلها واداءها ازاي على المايكروتيك انما انت حضرتك ممكن تشترك او تشتري اه لمدة شهرين او شهر او سنة زي ما انت عاوصي بعد كده هندخل على المايكروتيك اللي هو اهم حاجة وطبعا الناس اتكلمت فيه وطبعا الناس رفعت سكريبتات انا هقول لك الشرح يعني مبسط خالص مفيش كتير ولا هندخل ونطول في الشرح علشان الناس ماتدهش مننا طيب هندخل على المايكروتيك الجميل بعد كده هندخل طيب اول حاجة طبعا المايكروتيك مفيش في اي حاجة شباب الادرس بتاعنا اول انا عامل ربط بس كنت بجرب كده ايبادرس مع بعض مفيش اي حاجة دي النس بتاعي اللي هو دي النس الافتراضي اربعة تمانية تمانيتين لا يبيرا وتهيات مفيش فيها اي اضافات الاضافات العادية بتاعتنا خالص كل حاجة عادية جدا جدا مفيش اي زيادة علشان نتأكد من كل حاجة الفايروول مانجل فاضي كل حاجة فاضية معايا الادرس لست ال 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 هي التفعيل بتاعنا اللي هو يشغلنا الانترنت مفيش اي شيء شغلها طيب انا عند نزام الهوتوز بوت اصلا مالغي هو يعني مفيش اي حاجة يوتوز بوت هنا معايا اهي اهي حتى دي يوزرات بس كاد مخطوطة كده خلاص مش هتايت خلاص مسحت كده خلاص طيب بعد كده هدخل على اللي هي تلاتة بي ديت تمام وهنكبرها معنا كده طبعا انا عامل اتصال هنا يا شباب والاتصال دوت اللي هو قلنا بتاعنا هو اللي هو هنتأكد منه تاني مع بعض اخر حاجة اه مية تمانية وتسعين ايه مية تمانية وتسعين نفس بتاعنا والبصور ده طبعا مش هنقدر نشوفه مع بعض يا شباب طيب النهاردة هبدأ هاخد هنا الكوب دوت عشان انا اختاره بس معاكم كده وهنبدأ ان نعمل طبعا او وهنعمل اضافة تانية على نفس البروتوكول طبعا عندنا بعض البروتوكولات اللي كانت شغالة وكنت شرحت قبل من كده قلنا اه تلاتة بي كلاينت وعندنا اه بي بي تي بي كلاينت قلنا عندنا الاس اس تي بي كلاينت دي من البروتوكول اللي هو شغال كويس بدون اي مشاكل وعندنا البروتوكول الاخير اللي هو الال تو تي بي كلاينت برضك شغال وعندنا طبعا قلنا اه طبعا شغالة اللي هو الكلاينت بس مش هنشتغل عليه لان يمكن في بعض المشاكل موجودة واخر حاجة اللي هي تلاتة بي او اي كلاينت يا شباب احنا هنشتغل النهاردة على البروتوكول اللي شغال ومتاح حاليا وشغال بربط اللي هو الاس اس تي بي كلاينت وعندنا الال تو تي بي كلاينت شغال بدون اي مشاكل. طيب. هنعمل اهوات اضافة سهلة خالص. هنبدأ نجيب معنا الاي بي ادرس بتاعي اللي نجيبته. طبعا انا مش عاوز اجيب الاي بي ادرس ممكن ادخل اجيب اكتر من اي بي ادرس بس فيه ممكن بعض الاي بيهات مش هتربط معي وعلشان بنشرح بالليل فممكن عندنا ضغط على بعض الصرفرات بس فيش صرفرات فادي هدينا شغالة كويسة. آآ يعني غير المجاني بكتير. طيب. هندخل مع بعض اليوزر نيم بتاعنا اليوزر اهوات. هجيب لك اليوزر نيم اهو. او ممكن نجيبه من هنا يا شباب من نفس الصفحة. اهوات علشان الناس مسلا. اهوات. هاجي في وعندنا البسورد. هنبكتبه مع بعض اهوات. وبعد كده هنقول اوكي. انا مش هعمل حاجة ولا اعمل اضافات ولا اعمل اي طبعا جديدة يا شباب زي ما انتم شايفين. في لحظات بدأ يعمل معايا ربط على المدفوع. طيب. انا ممكن اعمل اضافة جديدة تانية ما فيش اي مشاكل. يعني انا ممكن اخذ اضافة تانية بس هغير طبعا ده. في حالة ان هو ايه? لو عاوز اعمل طبعا ربط تاني ويبقى اكتر معايا من او من اضافة موجودة المدفوع على دي جميلة جدا جدا. في حالة ان هدوات بفصل او بحصل في مشكلة يبقى معنا اتصال شغال طبعا علشان نبدأ ان احنا نشفك الحظر عن الفيس واي موقع تاني طبعا يكون شغال معايا بدون اي مشاكل. طيب. انا مانش عامل اي اضافات تانية ولا عامل اي حاجة خالص اهو يا شباب الدنيا خلاص سهلة كده معايا. بعد كده هعمل حاجة بسطة جدا جدا يعني هي اللي هتبقى ايه هتشيل معايا. هل بعد كده او انا عملت كده الربط او طبعا دخلت اليوزر نيمو الباسورد بتاعي. اي انا كده شغال زي متو شايفين طيب. لو انا عملت التحديس كده. الهوية بتاعت مش هتتغير انفتي داتا وعند الكاهرة زمان ما فيش اي جديد عندي خالص. هي بعض الاضافات الصغيرة هي اللي هتبدأ ان انت تغير معاك الهوية هتبدأ تشتغل بدون اي مشاكل. هي ايه شباب? طبعا ها. هنبدأ ندخل على الاي بي. انا عاوز الناس تركز معايا بقى تسمع الشرح دو يعني هتستفاد منه. بص يا سيد النات. بص في حالة ان انت لو عامل اضافة كانت راجل موزع او عامل توزيع من سيرفر لو انت عامل اضافة هنا للنات طبعا عامل هنا طبعا نفس الفكرة دخلت على الاكشن واخترت وخلاص على كده ما عملتش اي جديد. مش هتعمل اي اضافات خالص. انا مش هعمل اي اضافات في النات خالص يا شباب. كل اللي انا هعمله هعمل اضافة في المنجل وهعمل اضافة في طيب انا عملت حاجة كتير او عملت طبعا ما تقلتش عليكم في الشرح طيب. الاضافة اللي انا ممكن اعملها في حالة ان ايه? ان ديت مش موجودة عندي. الاضافة اللي هي بتاعت ان احنا بنقضى اول حاجة بنضيفها في النات علشان يشغل الانترنت معي. يعني لو في صفت دي كده وجيت دخلت هنا. وعمل اي طبعا اضافة اهو. مفيش نت هيشتغل معي. زي ما انتم شايفين كده. كده فصل الانترنت. كلام جميل? طيب. لو انا دخلت هنا يا شباب اهو. نزلت المايكرو تيك معي. وامتفاتح دي كده. اهو. هتلاقي الجوجل شغال معي زي ما انتم شايفين. فتح معي على طول. كلام جميل? يبقى ديت ايه? كلنا عارفين كناس شغالين في المايكرو تيك منذ سنوات ماضية او الناس الجديد. اضافة النات هي بتشغل الانترنت. لو انت عندك النات فاصل او في مشكلة. يبقى تدخل على النات تشوف دي. الاضافة دي تشغلة ولا لا? الاضافة دي موجودة ولا لا? تمام? اهي. طيب. لو انا عندي ديت موجودة ما اعملش الاضافة اللي انا هعملها الوقت. لو مش موجودة لو انا عندي دمجة او توزيع وعاوز اعمل لها اضافة. هقول لك الاضافة بتاعتها هتبقى ازاي? بص يا سيد. انا عندي طبعا ممكن اعمل تسمية هن. ممكن اسمي دي. لو انا عاوز اسمي ديت. اسميها. مش عاوز اسميها. مفيش اي تسمية عندي خالص مش مشكلة اهو. او مقافلة كده وخلاص. لو انا عايز اكتب ان اي اسمي مسلا يعني في النمهن. اقول مسلا احمد العربي مسلا. اقول في بي ان. مسلا انا عايز اكتب في بي ان اهي. في بي ان اهي. كلام جميل هيبدأ ان هو يفصل رابط ويربط تاني في لحظات واحنا هو فيه طيب. هافصل خالص وهدخل تاني مع بعض الاي بي فيروول النات. هعمل اضافة. اضافة فين? في النات. كلام جميل انزل تحت خالص على الاوت انترفيز. هاختار ايه? اللي انا عملها الوقت. في بي ان اهي. في التسمية بتاعت. هتظهر معي. كلام جميل هدخل على الاكشن. واختار ايه? مسجري ده. واعمل اوكي. خلاص طيب. لو انا فلت ديها. كده زي ما انتم شايفين. هيبدأ يعدي معايا فين? اهو. لو دخلتنا تاني. اهو. هيبدأ يعدي معايا في النات. في حالة ايه? في حالة ان انا ما اعمله في المنجل. افتح له في المنجل. كلام جميل? فاعملني? طيب هنشوفها مع بعض. طيب هدخل بعد كده عندي اضافة واحدة في المنجل. عندي اضافة واحدة في المنجل. اهي. هعمل له اضافة. بعد كده هنزل على اهو. هياخد السورس ادرس. السورس ادرس. هاخد بقى الايباد بتاعتي. من واحد لغاية ميتين اربعة وخمسين. ازاي? هقول لك ازاي? تعالوا ندخل على الاي بي بولا كده. اجيب من البولا ده كده. تعالوا كده ناخد ده. الادرس ده. كلام جميل? او ممكن اجيب الادرس اللي تحت ده. اهو. اي ادرس فوق? اهو. وهم جايبه كده. ما جايش معايا بس. طيب انا اكتبع بيده وخلاص اهي عشرة. زيرو. 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 تمام? تعالوا نشوفها كده مع بعض هنا في الاي بي ادرس. هتلاقي هنا كم? عشرة زيرو زيرو زيرو. كلام جميل? اختار انا بقى هنا ايه? اقول عشرة. زيرو زيرو. في الاخر هنا واحد. شرطة كده اول ناقص واقول ايه? عشرة. زيرو زيرو. كلام جميل? اه? ميتين اربعة وخمسين. ان هو يعدي رنج الاي باد ده. اعدي رنج الاي باد ده يا شباب. كلام جميل? يبقى ده عندنا واحد اتنين تنية اربعة كده مزبوط. هدخل على بعد كده اهو? اختار ايه? اهي. وبعد كده هقول ايه? هنا التسميع بتاعتي اخلاها ايه? بالكابتل بقى. في بي ان. اهو. تعالوا كده نشوف بقى بعد كده حاجة جميلة او مع بعض. اهيت في النات. بدأ يعدي معها ازاي? كلام جميل طيب. هنزل كده واجيب دي ابلاي علشان ما انساش اهي. خلاص. تعالوا كده نشوف المنجل هتلاقي عد على طول. طالما عد معي كده يا شباب يبقى الدنيا كويسة بدون اي مشاكل هوا. اللي هو عشرة زيرو زيرو واحد عشرة زيرو زيرو ميتين اربعة وخمسين. طيب. الناس بقى تبدأ تشكل شبكتها على حسب الرنج الاي باد اللي عندك. حسب الرنج الاي باد اللي عندك. يعني هتخل لو عندك مسلا واحد ساعة اتنين واحد ستة تمانية. واحد واحد هتخلي ايه? واحد وتغير رقم الواحد دي تخليه اتنين. مسلا. وتقول بقى ما نفس الرنج واخره ميتين اربعة وخمسين. وبنصح الناس ما تشتغلش بالاي باد اللي هي متشابهة باي باد الرواتر او اي باد كتا عيبو كوت. اللي مية اتنين منتسعمية تمانية وستين واحد عشرين او واحد ساعة واحد ستة تمانية واحد واحد. طيب. تعالوا كده نشوف هل النت هيبدأ شغال ولا مش شغال معايا. لسه عند الاضافة الاخيرة اللي هي هتشغل الانترنت. الاضافة الاخيرة اللي هتشغل الانترنت. طيب. بعد كده يا شباب هدخل على ايه? الاي بي. اهي. وهعمل اضافة. هعمل اضافة. هاجي في الجيت وي دي. تمام? هاخد اللي انا عامله. تمام? اللي انا مسميه. اللي هو اللي اللي الربط. كلام جميل هدخل نشوف الربط تاني. رابط شغال كويس. طيب. بعد كده هاجي هنزل تحت خالص. في اهي. واختار ايه? الفي بي ان اللي انا كاتبها في المنجل بالكابتل. كلام جميل? اهي. عشان نشوفها تاني مع بعض اهي. كاتب في بي ان اللي انا بالكابتل. كلام جميل? طيب. هاول ايه? ابلاي. اهي. طيب. عندي هنا جيت في بي ان. وجي ايه? جي باللون. الاسود زي ما انتم شايفين كده يعني شغال ال في بي ان رابط ودون اي مشاكل. لو مش رابط معاك انا اقعامل كونيكشن رابط. هتجي هتلاقي اللون دوت باللون الازرق. هتلاقيها باللون الازرق. كلام جميل? طيب. يبقى كده فهمنا الدينة ماشية ازاي? وهنبدأ ندخل نفعل النت هنا اوات في النات. اهي. لان ديت اهم حاجة عندي اهي. وبدأ زي ما انتم شاشفين النيت اشتغل طيب. بدون ديت ممكن ما اشتغلش عادي اهو. يعني ممكن اقفل دي دي عادي خالص والنيت يشتغل والدينة كويسة ويسحب من بس لو قفلت ديت مش هشتغل عندي وفتحت ال في بي ان. العكس صحيح. العكس صحيح. بص هي هتشتغل بس اما نقفل الروتر بورد ونفتح تاني مش هتشتغل معاني. طيب احنا هنفتح الاتنين دول. ما فيش اي مشاكل الناس اللي عاوزة تضيف الاضفتين تمام ادية مش هتتعبك. الناس اللي عاوزة تضيف اضافة واحدة هتشتغل معاك. المانجل بيعد معي والدينة شغالة كويس بقى الدينة مفيش فيها اي مشاكل معانا يا شباب. طيب. تعالوا نشوف. احنا بقنا فين الوقتي بعد اضافة الخاص بالفي بي اند. وهنشوف طبعا التحديث معانا اهو. بدأ يوديني فين يا شباب. بدأ يرميك على اي بلد وطبعا غير الايباد ادرس بتاعك والدينة كويسة. وما فيش فيها اي مشاكل خالص. طبعا كل فترة لو ما بتغير الادرس بتاعك هنا معانا. هيبدأ ان هو ايه? يبدأ ان هو يبعدك عن اي بلد تاني. يبقى كده طبعا المدفوع شغال. وبص سرعة جميلة جدا جدا يا شباب. وطبعا هيكون سحب بدون اي مشاكل من تعالوا نشوف حاجة جميلة كده مع بعض من نشوف حاجة جميلة من مع بعض مسلا ممكن نقول اه اعادة تحميل للبرنامج ده. وهنشوف معانا بالفعل هيسحب ولا لا? اهو. طبعا شغال بدون اي مشاكل معانا بيسحب اهوه شباب والدينة كويسة. طبعا انا عاوز من ان هو يغير للهوية ويشتغل على اربعة وعشرين ساعة ما يفصلش. عشان لو فصل طبعا المواقع هتتحذر وهترجع ثاني لوضعها الطبيعي او الاول طبعا الفيسبوك مقفول الدنيا مقفولة. طبعا احنا عاوزين ان هي هتشتغل عشان العميل ما يحسش باي شيء. طيب. يبقى كده طبعا افلنا هوت بدأ ان العميل خلاص او السحب معانا او الترافك خلاص ينزل معي خالص مصوت مفيش اي سحب معايا. لو رجعنا تاني طبعا التحميل لاي موقع يكون مسلا تقيل او برنامج تقيل استقناف تحميل اهو. هتلاقي الدنيا رجع التاني لوضعها الطبيعي بدون اي مشاكل. يبقى كده جربنا يا شباب المدفوع. المدفوع. ما شاء الله بيحمل ما فيش فصل ما فيش اي مشاكل معايا. بادخل في اللوج بتاعي بشوف هل بالفعل عندنا مشاكل طبعا هوت ديت بعض الاعدادات بتاعتنا في النات. تمام? الدنيا شغالة كويس. وحاجة جميلة وحاجة لزيزة كده يعني مش عاوز اقولك انت يعني زي الطيارة شغال بدون اي مشاكل مع تحميل مع داو اللود مع الدنيا كويسة. فاهمين? الدنيا سهلة خالص بص ما شاء الله. طبعا حاجة كويسة جدا جدا وزا ما احنا شايفين السحب شغال لو وقفنا التحميل اهو. هتبدأ الدنيا تقفل معنا خالص. يبقى كده اتكونت اهو على نفس اليوزر والباسورد بتاعنا. طيب هنجرب مع بعض حاجة تانية اللي هي عمل اكاونت على نفس الاي بي. ممكن بقى يفصل معك الفي بي ان زي ما انتو شايفين او يربط تاني زي ما انتو شايفين كده شباب بدأ يربط يعمل تاني. وديت من المميزات الجميلة في الفي بي ان المدفوع ان هو ممكن يعمل اكتر من والدنيا تبقى هايسة عندك. وطبعا هو ممكن تاخد تاني. وطبعا ممكن ناخد تاني بي اي بي مختلف. طبعا بقى انا عند الاي بيات وعند الدنيا كتير قالص. واحنا يعني الدنيا ما شاء الله بص اهو. ممكن اجيب اي بي ادريس مختلف تاني شوف. يعني ممكن اجيب اي بي ادريس تاني مختلف اهوة تاجي على الفي بي ان ده اختار دوت مسلا اهو. هنقول كده. وهنقول ابلاي. وهننتظر لحظات. هل بالفعل هيربط معايا ولا مش هيربط? طبعا ممكن بقى ايه? عندنا مشاكل للربط. الربط ديت بتكون في ضغط على الصرفارات او الصرفارات ضعيفة. فكده بالفعل هيتفدنا. ممكن نمسح حلف تلاتة ده. ونرجع نربط تاني نحاول معايا هتلاقي يربط برضك. وطبعا لو طول معنا في الرابط بنبدأ نجرب صرفارات تانية. بنشوف طبعا ايبهات تانية معنا. طبعا هننتظر لحظات. هو مش هيسيبه ولا ما يربط. انا متأكد من ده. لانه جربت اكتر من موقع واكتر من ايبهة ادريس. بالفعل بيطول شوية بس بيجيبه. لو عليه ضغط طبعا في بتاعه او البلد بتاعته عليها رابط كتير من العملة. طبعا هندخل نشوف اي ادريس تاني اهو. هنجيب لك ادريس تاني شباب هوات. ونجرب برضك هنا اهو. على نفس دوت. شوف يا شباب رابط ازاي على طول? بلتلك يعني يعني ممكن تلاقي دول كلهم اه على ما ظهرنا بان ستين. كلام جميل ستين سرفر يعني مفيش تلاتة اربعة يعني بيهنجوا بس بربط تاني. كلام جميل? طيب. اه عندنا اي تاني يا ربي. اه كده ادينا شغالة كويسة بخصوص الفي بي ان. طبعا اه هنشوف بس حاجة جميلة كده نجربها مع بعض. هقول لكم عليها في الراوت. الراوت ده بنبدأ نعمل توجيه. الراوت بيعملتها معايا توجيه. بنوجه. طبعا ناخد رقم تلاتة دوت. عشان بيينلكوا حاجة بس معنا شباب اهو. وهنشوف حاجة جميلة شوفهم البلد معايا في ممي اي بيها تتغير اي بقى ادريس اخره تلاتة وتسعين. هنشوف كده الدنيا معانا. زي ما انتم شايفين بقى بدأ يعمل معايا تسعة وسبعين وبدأ يغير معايا البلدة خالص. ماشي. في المانيا. طبعا الدنيا جميلة جدا جدا في شباب. وطبعا هيسحب معايا بدون اي منافس اهو. على رقم كان كان تلاتة. اه. دينا شغالة كويس زي ما انتم شايفين كده يا شباب. وممكن اعمل اكتر من اي بي. وابدأ ان انا اعمل بدون اي مشاكل. طيب. هندخل على المجاني. اللي الناس كلها عاوزة بقى ايه? انت شوقتنا عام احمد المدفوع. هندخل على المجاني. طبعا هنمسح كل دول. خالص بقى احنا 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 شكرا كده للفي بي ان. وطبعا نفس الاعدادات بتاعتي. طبعا التحميل واقف ودينا بازلت معايا ايه. هندخل على نفس الاعدادات بس هنختار تشفير لذيذ كده. هيشتغل على المجاني. هنقول هنا اضافة التشفير اللي هو اسمه اس اس تي بي كلاينت هوت. والتشفير دو تلزيز قوي. انا مش هعمل اي حاجة او اي جديد في الاعدادات. كل اللي انا هعمله هاخد بس الموقع ده اوت يا شباب. هرفعه فوق. في الاي بي ادرس بتاعه. وطبعا الموقع ممكن بيجي اي بي ادرس او بيجي عنوان زي ما انتم شايفين كده. هجأ انزل تحت خالص في هقول في بس هكتبها سمول في بي ان. وتحت هنا هكتبها ايه? هنعمل بقى ازهار للباسورد. وانا اسف جدا يا جماعة عشان الباسورد ما اقدرتش ازهره في المدفوع لان اقولت لك دوات مدفوع. وحساب شخص عزيز عليها ما اقدرش ان انا انشره على الفيديو واحنا بنشرح. تمام? هنقول فري. طبعا وابدأ اعمل ربط كده. هننتظر مع بعض. هيربط ولا لا? وطبعا بقى انا يعني ايه? المجانة دوات يمكن بيطول شوية في الربط او ربنا يسهل كده ونشوف هيربط ازاي. هنشوف مع بعض يا شباب. هننتظر مع بعض كده وبدأ ان هو يربط الحمد لله. بس بيبقى بطيء جدا في السحب. وهندخل بقى نعمل التعديل بتاعنا او التوجيه بتاعنا من خلال ايه يا شباب? ها? من خلال الاي بي راوت اهي او راوت اهي. اس اس تي بي اهوة تقول ابلاي اوكي. وخلاص كده يبقى شكرا كده. وبعد كده هدخل هعمل تحديث هنا اهوة للاي بي ادرس. زي ما انتم شايفين بدأ يرمينا على بالة التانية واي بي تاني. زي ما احنا شايفين الفكرة جميلة جدا جدا. طبعا هندخل نشوف اهوة بيحمل عادي والدنيا كويس طيب. هندخل على طبعا اهو. هنعمل بت التشغيل. ان هو يحمل معانا. وزي ما انت شايف طبعا هو بيبقى بطيء جدا في السحب بس هو شغال كويس. وزي ما انتم شايفين ساحب. وبدأ ان هو يغير معايا الهوية. وطبعا انا عاوز من الفي بان ان هو يغير الهوية بتاعته. بس زي ما قلتلكم يا شباب ان هو بيبقى بطيء شوية. بيبقى بطيء شوية. زي ما انتم شايفين الجوجل ما عادش عاوز يفتح خالص. زي ما انتم شايف كده هو كده خلاص. موت التصفح موت كل حاجة. ممكن هو يشتغل عندك كويس بسرعة الشبكة بتاعتك او الخطوط. بس التصفح ما عادش هتدور على تصفح يا شباب. زي ما انتم شايفين شايفين? طيب. قلت لك يا شباب احنا في طبعا شوف. بفتح بالعافية. طبعا المدفوع آآ حاجة كويسة جدا جدا. المجاني يعني متعب آآ شوية. فهو شغال بردك. بس انا رفعت لك النهاردة من خلال آآ البروتوكول. قلت لك اللي هو طبعا قلقيا انت هتشتغل عليه بدون اي مشاكل. الموقع هو ترفع لك في تحت الفيديو في المدونة. وطبعا وعندك البصورد بتاعته كلمة طبعا الشرح سهل بسيط ما فيش في اي يعني جديد خالص في بالنسبة لل ان احنا طبعا النهاردة الجديد بتاعنا المدفوع. طبعا كنت شرحت الفي بي ان المجاني. الاضافات بتاعتنا في النات يا شباب. طبعا النات دي هتتغيرت ليه? او بقيت باللون الاحمر ليه? لان احنا غيرنا التفعيل بتاعها. بس النت شغال معانا وايه? قلت لك? قلت لك شغال معاك الفي بي ان بدون اي مشاكل. هبدأ ادخل هنا هوت في الاوت انترفيس. اختار ايه? هختار الاس اس اهو. تي بي. هوت واحد هيبقى باللون الاسمر زي ما انتم شايفين كده. وضعها الطبيعي. وطبعا هنا هوت نفس الفكرة طبعا في المنجل الاضافة المنجل ما بعملش اي جديد. كل اللي بضوفه بعد كده في الاكشن مارك راوتينج. واخر حاجة هنا بكتبها عشان اختارها في الاي بي راوت. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.